بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الأعزاء طلاب الصف الثاني الإعدادي أهلاً ومرحباً بكم مع أول مراجعة على ما سبق دراسته في النحو كل عام وأنتم بخير أتمنى لكم النجاح والتوفيق في العام الدراسي الجديد أبناء لابد من قراءة الفقر جيداً حتى نفهمها ونستطيع الإجابة على الأسئلة الوردة عليها هيا بنا نقرأ معاً تحتفل مصر في أول مايو من كل عام بعيد العمال حيث يكافأ المخلصون اعترافاً بدورهم في نهضة البلاد وقد علمنا العمل شرفاً وشرفه في إتقانه ومن يدكن عمله يرد الله وينل ثواباً عظيماً السؤال الأول أعرف ما تحته خط قبل الإعراب لابد أن نحدد نوع الجملة هل الجملة إسمية أم فعلية عرفنا فيما سبق أن الجملة الإسمية تبدأ بإسم والجملة الفعلية تبدأ بفعل إذن لو كانت الجملة فعلية نبحث عن الفعل والفعل لو كانت إسمية أحسنتم نبحث عن المبتدأ والخبر هيا بنا ننظر إلى الجملة في بداية الفقرة تحتفل مصر في أول مايو من كل عام بعيد العمال الجملة هنا جملة فعلية لأنها بدأت بفعل لنترح سؤالاً حتى نستطيع أن نعرف كلمة لماذا من التي تحتفل الإجابة مصر إذن مصر أحسنتم فاعل مرفوع وعلامة رفعية الضمة بعيد العمال الباء تمام حرف جر عيد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة العمال تمام مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة وهنا كلمة العمال حددت الإسم النكرة قبلها حددت كلمة عيد وخصصتها حددت أن العيد هو عيد العمال ليس عيد الفطر أو عيد الأطحى أو أي عيد آخر فهنا وهذه هي وظيفة المضاف إليه بيحدد ويخصص النكرة قبله ومن يدكن عمله يرد الله هذا أسلوب شرط من أدت شرط جازمة يدكن فعل مضارع مجزوم علامة جزميه السكون أين الفاعل؟ ضمير مستدر تبزيره هو أيضا لنطرح سؤالا ماذا يدكن هو؟ الإجابة عمله إذن عمله؟ أحسنتم عمله مفعول بمنصوب علامة نصبه الفتحة والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه ثوابا عظيما ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن كلمة ثوابا نكرة وجاء بعدها نكرة إذن النكرة بعدها بعد كلمة ثوابا طالما أنها تصفها فهي نعت يبقى هنا كلمة عظيما نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة فنحن درسنا فيما سبق أن النعت هو تابع يطابق المنعود في الأعراب رفعا أو نصبا أو جرا وفي النوع وفي العدد وفي التعريف والتنكير استخرج من الفقرة السابقة ألف وصل وهمزة قطع علمنا فيما سبق أن ألف الوصل وهمزة القطع يقعان في أول الكلمات عندما نستخرج كلمة بها همزة قطع أو ألف وصل نبحث عن الكلمات التي أولها ألف سنجد همزة القطع في أول وفي كلمة اتقاني وسنلاحظ أن همزة القطع ترسم الهمزة فوق الألف أو تحتها وأن جميع أسماء اللغة العربية تبدأ بهمزة قطع بعد تسعة وهم ابن، امرأ، اثنين، ابن، امرأة، اثنتين أي من الله وأي من الله وإسم أما الكلمات التي تبدأ بألف وصل سنلاحظ أن الألف تقع في أول الكلام ولكن لا يرسم فوقها أو تحتها همزة مثل كلمة العمال فهي تبدأ بألف وصل أنها معرفة بأل وأيضا كلمة المخلصون واعترافا فهي مصدر بفعل خماسي فعلا صحيحا وآخر معتلا الفعل الصحيح هو الذي خلط حروفه الأصلية من حروف العل يعني لا يوجد به حرف عل مثل تحتفل وعلم أما الفعل المعتل وهو الذي أحد حروفه الأصلية عل وحروف العل هي الواو والآلف واليا مثل يرضي وينال سنلاحظ في الفعل ينال أنه معتل الوسط بالألف لو أتينا بالماضي منه وهو نال سنلاحظ أنه في وسطه حرف عل وهو الألف فعلا ينصب مفعولين واسكرهما من الأفعال التي تنصب مفعولين سواء كان أصلهما المبتدأ والخبر أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر مثل ظنة وحسبة وزعمة وخالة وعلمة ووجدوا وكسوا ومنحة وأعطى كلها أفعال بتتعدى لمفعولين تنصب مفعولين سواء أصلهما المبتدى والخبر أو ليس أصلهما المبتدى والخبر عندنا هنا في القطعة سنجد منهم الفعل عالما المفعول به الأول العاملة والمفعول به الثاني شرفة فعلا مبنيا للمجهول وعي النائب الفاعل نحن نعلم أن الفعل المبني للمجهول حزفا فاعله وحل المفعول به محله مثل يكافأ وهو فعل ضم أوله وبقية الألف حرف العلة كما هو والمخلصون نائب فاعل مرفوع علامة رفعية ألواه لأنه جمع مذكر سالم أصلب شرط واسكر أجزائه ومن يتكن عمله يردل لها أداة الشرط هي من؟ فعل الشرط يتكن جواب الشرط يردل كافأة الدولة المتفوقين ابن الجملة للمجهول وغير ما يلزم لبناء الجملة للمجهول يضم الحرف الأول من الفعل وتحزف فتاء التأنيس والفاعل ويحل المفعول بمحل الفاعل ويصبح نائب فاعل مرفوعا فتصبح الجملة كوفئة المتفوقون ظلنا حسب فهمة زعمة احزف الفعل الذي لا يناسب المجموع الفعل فهمة لأنه ليس من أفعال الشك والركحين حسب المعلم الطالبين متفوقين احزف الفعل والفعل وغير ما يلزم لو حزفنا حسب المعلم ستعود الجملة الإسمية مرة أخرى فتصبح الطالبين متفوقين العلم مفيد صاحبه وحول الخبر المفرد إلى خبر جملة فعلية الخبر المفرد هو مفيد سنحولها إلى فعل العلم يفيد صاحبه تخير الإجابة الصحيحة أحس بالراحة الفعل أحس سالم مهموز مضعف مضعف لأن الماضي حسا يعبدوا أيمن الله حق العبادة ما تحتوي خط يبدأ به همزة قطع لأنه اسم الامتحان أسئلة سهلة نوع الخبر جملة اسمية صوب الخطأ أنا ضمير متكلم المفرد يبدأ بهمزة قطع ابن من الأسماء التي تبدأ بألف وسط أنتم تذكرون باهتمام الصواب أنتم تذكرون باهتمام يزرع الفلاح في نشاط يزرع فعل متعدن حزف مفعوله وهو الأرض ولكن يفهم من الصياب ولذا فهو فعل متعدن وإلى هنا يا أبناء نكون قد انتهينا من المراجعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر